وساطة قبلية في الإفراج عن عشرات القاطرات المحملة بالغاز كانت محتجزة لدى عناصر تخريبية في مأرب وتحدثت المصادر أن وساطة مكونة من عدد من المشائخ تمكنت من إقناع العناصر التخريبية بالإفراج عن القاطرات المحملة بالغاز بعد أن كانت تحتجزها منذ مساء الجمعة وأوضح المصدر أن هناك مساعي لعقد هدنة إنسانية بين أطراف الصراع بالمحافظة بهدف إفساح المجال أمام الفرق الهندسية لإصلاح خطوط الطاقة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر